موسيقى 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 كنذير هاد الفيديو تعقيبا على المجلس الوزاري الاخير اللي خرجوا فيه بقرارات ومن بين هاد القرارات قد يساعدوا يعني مموين الحفلات وقطاع الحفلات والناس كيشتغلوا بهاد بهاد دومين هادا بهاد الميدان هادا اذا انا مفهمش يعني اشنو غاديديرو ما حطونوش تفاصيل تفاصيل مكيناش في هاد القرار وثانيا هما سوف نعينو الناس بألفين درهم نحن عارفون ان يقومون الناس اللي مسجلين في فيلاسينيسس عليك بالله سيد رئيس الحكومة تم ركو عددكم الاحصائية شعلم واحد مسجل في فيلاسينيسس في الضمان الاجتماعي اللي مسجلين هما ثلاثة ربعة في المئة بابليس لا يوجد مسجل كثير من هذا العدد يعني نقول لكل موسيقى هل كل الناس تريطة كبار يخدامين دائما وليهم مسيطرين على هذا المجال في المغرب اما القطاع الدخولة ديال الشركات المتوسطة او الصغيرة راح غالي بيتهم ما مسجلش نفس الضمان الاجتماعي لماذا لانه كيجيهم عرص في كل مناسبة مناسبتيان ما يمكنش بشي تسجل واحد سيد وتخلصيه بمكتين درهم وتخلص عليه ربع مئة و خبسم مئة درهم في الشر وهو كيخدم مع كم مرة يعني سيديفيسين هذا المسألة يجب أن نفهمها هنا يا كيباليا بأن رئاسة الحكومة و سيد رئيس الحكومة يريد مرة أخرى أن يلتوي و أن يلتف على المواطنين المغاربة و يقول لنا تانيك الكلام الفارغ دياله و نحن عاونناكم و درنا و درنا و قالوا لا محاول محاولين نحن مواطنيين المغاربة و نحن العاون من المؤكسين من المؤكسون لأنهم فعلا تضيف 리م المحالات و لم تكن لإعانات لمساعدة لإحتشعاجها. إذن هنا أولاً، كيف يطالبوهما وكيف يطالبوهما؟ نحن نريد أن نخدمه. ولكن فرصة أخرى، هذه الفرصة، فإن شهد الناس يتقنون بمهيكلين. بمعنى أنت سيدي ستساعدك. ولكن ستساعد المقاولة الذاتية، ولا ستساعد شركة، ونحن نعاونك. ونحن نطلق أخرى، لكي نبينوا بإعادة الناس في القطاع. ولكن لدينا الشيخ ومقدم وعندنا سيد القائد، ونحن نعلم أي شيء، ونحن نعلم أن السلطة لا تخفى عنها أي شيء. ونحن نعرف أن يتقنون بأخير، ونحن نقوم بإشهد أن يشهد. بأنها تسيد يشتغل بأخير، بأنه يشتغل في القطاع الأعرس، ويعونه كيف يتحقون الأخرين. إذن، صراحة، هذا شيء من جديد، نحن نحن نعينا بذلك، ونحن نحن نعديد الضروات، ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر